وفي تصريحات للحدث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستغل الشعب اللبناني مشيرا إلى أن نصر الله يأخذ لبنان لطريق محفوف بالمخاطر مؤكدا على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات وأكد للحدث عن مقتل 430 من عناصر حزب الله حتى الآن منذ بداية الحرب استهدفنا أكثر من خمسة ألاف وخمسمائة هدف وكان بعضهم في بيوت يستخدمها حزب الله وهم يستخدمون الشعب اللبناني من أجل إرهاب ونصر الله يأخذ لبنان إلى طريق محفوف بالمخاطر نحن نتخذ إجراءاتنا ونحن في كامل الجاهزية ومستعدون لكل السيناريوهات لمواجهة حزب الله ونؤكد أننا سنقوم بما يلزم لضماني أنه في نهاية الأمر لن يكون هناك حزب الله على مقربة من حدودنا سنبعدهم ليعيش الشعب الإسرائيلي في الشمال بأمان نحن نستهدف حزب الله تحديدا ونعرف مواقعهم ولكن حزب الله هو الذي يستغل الشعب اللبناني ويختبئ بينهم كما تمكننا من قتل 430 من عناصر حزب الله حتى الآن كانوا ينون أن يقوموا بالإرهاب ولن نسمح لأحد أن يقوم بإرهابنا ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة كما أننا في كامل الجاهزية لقتال حزب الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر